وعليكم على مزيجبا شبابا معملين ايه? النهاردة هراجعنا لكم في فيديو تاني من المسايا البروبن سولبنج وتعالوا نبتدي على طول ايه? نحب. يلا المرة دي هنحل ايه مسألة? كنا نحل لها المرة اللي فاتت بس لاسف الوقت ما سعتناش يعني اللي هي مسألة الووتر ميلون. مسألة الووتر ميلون مشهورة جدا يعني دي لما تفتح كوت فورس اصلا ديت باول مسألة بها لانها ابسط مسألة وكل الناس حلتها. معن؟ حتى الناس ملاش معرفة بالبروبنسولميك اي كده تلاقي عادة على المثالة دي ابي كده فالمسألة بتقول لك ايه بتقول لك ان في يوم صيفي حر فيت وصديقه بيلي اشتروا ايه اشتروا بطيخة تمام فهم راحوا عند بتاع البطيخة واشتروا بطيخة تمام فهم قسوها طلعت دابليو كيلوز دابليو ده ممكن يكون اي رقم يعني هو بيقول لك بس انها اي طلعت رقم مخلصة تمام فروحوا البيت ويعايزين ايه ايه شوقوا البطيخة وياكلوه فهو قال لك ايه قال لك ان هم الاتنين بيحبوا الارقام الزوجية تمام بيحبوا الارقام الزوجية فهم عايزين لما يشقوا البطيخة البطيخة ايه تتقطع نصточين كل نص فيهم وزنه عدد زاوجي من الكيلوات يعني مثلا لو هم جايبين بطيخة مثلا وزنها آآ سي سي مثلا اتنشر كيلو عايزين يعملوا siamo نصين نص مثلا ستة وستة او اه اربعة وتمانية اتنين وعشرة مش مهم. المهم من الصين يبقوا ارقام زوجين. تمام? فهم يقول لك ايه? هم كلموك انت عشان تساعد. يقول لك البطيخة ممكن يكون وزنها ما بين الواحد والمئة كيلو. تمام? وانت تقول لهم هل ينفع البطيخة تتقسم حتتين كل واحدة فيهم تبقى رقم زوجي ولا ما ينفعش. فهنا بديك مثال لك لو كان البطيخة وزنها تمانية كيلو فانحقول لهم اه لانها ممكن تتقسم اثنين وستة او تتقسم اربعة واربعة. تمام? تمام. فدل نحاول نحله دلوقتي. طيب فكر مع Harvey كده. ازاي اعرف ان رقم معين ممكن تتقسم الارقمين زوجية. ايه? ايه العلاقة بالالرقام الزوجية او ايه العلاق هي الحاجة اللي في العربان بتقول لل انها ممكن تقسم للارقام زوجية. اقول لك عب. اي رقم زوجي ممكن يتقسم للرقمين زوجية. تمام? طب اي رقم فردي لا ما ينفع ش. ليه? لان في احد علاقة بتقول لك ايه? علاقة بتقول لك اي رقم. دع لا يننسك بردي بيساوي عدد زوجي زائد واحد. تمام? يعني مسلا لو قلنا لك مثلا تلاتاشر تلاتاشر بتساوي اتناشر زائد واحد. فانت لو لو مسلا جبنا اتناشر دي. هقولنا نقسمها لرقمين زوجيين مثلا. هتقسم مسلا ولكن ستة وستة. طب لو جبنا تلاتاشر حاولت تتقسمها لرقمين زوجيين هتقسم ستة وستة بس هيبضل لك واحد لازم تقسمه فالواحد ده يروح لي هنا هي هنا. فيبقى عندك ستة وسبعة. فمشتعرف تقسم تلاتاشر رقمين زوجيين. تمام? طب لو قسمناها مسلا اه لو قسمنا الاتناشر اتنين وعشرة. التلاتاشر هتتقسم كم? هتقسم تلاتة وعشرة. لو قسمنا الاتناشر لتمانية واربعة. التلاتاشر هتتقسم لتمانية وخمسة او ممكن نقول انها هتتقسم مسلا لتسعة واربعة. تمام? مفيش طرية انك تقسم رقمين زوجيين. تمام? والكلام ده بينطبق على كل الارقام الزوجية. اي رقم زوجي ممكن اقسموا رقمين زوجيين. والارقام الفردين متقسمش. ما عادة رقم واحد. في رقم واحد زوجي ما قدرش تقسمه رقمين زوجيين. اللي هو مين? اللي هو الاتنين. الاتنين ده جيب تقسمه كده هتقسم لك كام واحد واحد. واحد ده فردي وده فردي. فالاتنين يكون رقم مميز شوية. نفع عشان ايه نقسمه رقمين زوجيين. فده اللي احنا نحاول نعمله. او ده اللي احنا هنقول له في المسألة. هنقول له لو انت وزن البطيخة بتاعتك كانت رقم زوجي. يبقى هي تتقسم ايه? نصين زوجيين. لكن لو كانت رقم فردي او لو كانت اتنين يبقى مش هتتقسم. تمام? ما ينفعش للقسم. فده اللي احنا نقول. يلا كده نكتب له الكود ده. اهو. اول حاجة هناخد الايه? يبقى عندنا ان في دابليو اللي هو وزن البطيخة ونعمله سي ان. في ان دابليو. تمام? تمام. يلا كده نقول له ايه? نقول له اف. نسأل. هنقول له كده. لو وزن البطيخة بتاعتك. آآ فردي. يبقى نو. تمام? اهو. لو وزن البطيخة بتاعتك فردي. ازاي نعرف نوع فردي نقول له كده. لو اسم ناع على اتنين والباقي بتاعه طلع بيسوي الواحد يبقى ده فردي. اهو. لو كان فردي. يبقى ايه? يبقى ما ينفعش. او نقول له كده اور ان الدابليو بيسوي اتنين. في الحالة دي تبقى ايه? في الحالة دي يبقى نقول له نو. سي اوت. نو. تمام? سنشوف نو كتبينها ازاي? كتبينها نو كلها كابل. تمام? اهو. نكتبها له زي ما هو عادي. نو كلها كابل. تمام? طيب اي حاجة تانية ما وحنا كده طيارنا كل الارقام الفادية ورقم اتنين. يبقى اي حاجة تانية لارقام الزوجية. يبقى ايه? يبقى يس. سي اوت. آآ يس. طبعا يس مش نحطه هنا. نحطه في الس مفروض يعني مثل ايه نسيت. اهو يس. كده نكتب لها ايه? نكتب لها الس. اهو. كده اهو لو كان رقم فردي او لو كان اتنين يبقى نو اي حاجة تانية لارقام الزوجية يعني يبقى ايه? يس. على كده نجرب الكلام ده. نقول له مثلا ايه? تمانية مثلا. اللي هو المثال اللي هو محطوط. تمانية هيقول لك يس. لو انه مثلا اه تلاتتاشر. اقول لك نو. لو انه مثلا اتنين. اتنين مع انه زوجي هيقول لك نو. عشان اتنين زي ما قلنا بتقسمش رقمين فرد نين. كنترول ايه? كنترول سي. صمت كود. ويعمل لي سبمت في مسألة الووتر ميلوز. واذا ما انتم شايفين مسألة اداتنا ايه? اكسب. تيجي الحلحة كمان? يلا الحلحة ايضا. يلا. المسألة اللي احنا لنحلها هي المسألة دي. اسمها لكيرفلي. دي مسألة ايه اللفيفة وبسيطة كده بتقول لك ايه? بتقول لك سيفاوي. مش عايز يضيع وقته ان هو يقرأ ايه اه قصة كبيرة يعني. تمام? فهو هيديك المسألة عطوة. ايه المسألة او يقول لك هوا عنده كلمة in see. كلمة in kere viene call c is small اي this one. بعد كده هوا اكلمة دي عندك خلص هو عارف ها هو بعد كده هايديك حرف. الحرف ده سيسألك هلو موجود في الكلمة ولا لا? تمام? تمام. بس كده هوا ده المطلوب مني او هيديك حرف اقول لك هل raj الحرف ده موجود في الكلمة ولا لا? لحظة بس لازم يكون الحرف شابه الكلمة بالظبط تمام? كما لو قدك مسلا س small تقول له ما Спعاله ما ينفعش واكد. طبعا هيديك الحرف اهو. ومعديني يقول لك اه لو موجود اديني يس لو مش موجود اديني نو. تمام? يلا بيناك. طبعا. اول مرة هيديني حرف عن لوت شارك مي سي. اقول له سي ان مين سي. فادي نقول له اف. اهه. ازاي بقى عرف ان الحرف معنا في كلمة انا الكلمة عندي كلها تلات حروف. مم? الكلمة عندي كلها تلات حروف. فانا ممكن اعملها ممكن اعرف ضرورة كثير. ممكن اعملها باستخدم التقمة. وممكن اعملها الحرف. كل واحد Access élect力. انا جاء الحرف كل واحد لوحضه وخلاص لانما مش مستاهل يعني. يعني. انا ا gatereダوني هذا الحرف هو هذا الهي المنطق يساوي الحرف ال same or the H or c. او c يساوي الحرف الحرف i small. لو كان واحد من دول سي أقول له اكيداني لن اديني neues. تمام? ايه بسيطة ومش مستعمل. تمام كده? هل كنا نجرب? لو ادينا له مثلا اه هارف سي سمول هيقول لك نو لان سي سمول مش عنده. طب لو ادينا له مسلا سي كابتل هيقول لك اس لان سي كابتل عنها. هل كنا نجرب المسألة من الكود ده. كيفين المسألة اهي? خد الكود. طب ميت. وزي ما انتم شايفين ديتنا الاكسيت الجميلة اهو. اوكي? اوكي. طب يو. دي مسألة. مسألة دي اسمها ايه? المسألة دي معتمدة على فهمة حاجات في المات اكتر ما هي معتمدة على البرمجة. تمام? لان يا البرمجة نفسها مش صعبة. تمام? الكود نفسه مش صعب. بس واحد ليه بيسألك اسئلة فيها وفيها حاجات وكده? وعادك تشوف انت بتعرف يعني انت بتعرف تجيب الماثيماتيكس دي ولا لأ لانك انك تجيب الماثيماتيكس ده هو اللي صعب. او تجيب الفكر عموما فكرة السؤال هو ده اللي صعب. لكنك تجيب فكرة السؤال بعد كده بنا نجيبها بتحطها كود ده سهل جدا. تمام? والدليل مسألة زي دي كده. بيقول لك ايه? بيقول لك مرة كان حسن وعلي. تمام? راجعين من يوم تقيل في المدرسة. تمام? فمش راجعين من المدرسة سوري كان عندهم بريك في المدرسة. فهم عادين بيلعبوا ولقوا مجموعة ايه عصيان? لقوا تلات عصيان. فحسن طالب زكي. سأل علي قال له هل انت تقدر تاخد العصيان دي تعملها مسلس ولا لا? تمام? نعم. فبيقول لك ايه بيقول لك اطوال العصيان التلاتة وانت تقول له هل العصيان التلاتة تعملها مسلس ولا لا? تمام? تمام. فده بيودينا السؤال ازاي اعرف ان انا معي تلات خطوط كده تلات خطوط او تلات عصيان كل احد وطول معين ازاي اعرف لو كان هتكونه مسلس ولا لا? فمسلا نفتح النقطة كده. اقول ايه? انا مسلا ممكن يكون عندي تلات عصيان عاملين كده واحد كده واحد كده واحد كده. فدول ما يكونوش مسلس مهما كانو يعني. تمام? اهم. فازاي اعرف ان انا عندي تلات اطول اضلاع يكفه ويعملوا ايه مسلس? قال لك يا سيدي في قاعدة ارياضية. في قاعدة ارياضية مبدأ ارياض كده بيقولك سالك ان لو كان عندك تلات اطول اضلاع لو مسلا لو انا عندي مثلس اوها. تلات اطول اضلاع ايه وبي وسي. قالك الثالات اطول اضلاع دول بيمثلوا قانون. قانون ده هو ايه? ان اي زائت بي اكبر من السي وA زائد سي اكبر من ال-B وB زائد سي اكبر من ال-A. يعني مجموع اي اتنين فيهم اكبر من التالت. تمام? تمام مجموع اي ضلائن في المثلث اكبر من الا من التالت. فادي ده بس كده. اوه ده اللي هو عايزك تعمله. اقوم بحديك تلات اطول اطلاع. او عايزك تشيك. لو كل اتنين فيهم اطول من التالت يبقى ده مثلث او ينفع يعملهم مثلث. لو ولأ يبقى ما يبقى. وده اللي احنا هنكتب. يلا بنا كده. اهو. انا عندي الانبود بتاعت على كده نبص على الانبود. قال لك الانبود هيبقى رقم ما بين واحد وعشر قصة تلتاشر. فهرقم كبير جدا. تعال نجرب لونج لونج كده. لونج لونج. اهو هيبقى عندي مين? يبقى نعم اكس واي وزل. ونعمل سي ان اكس واي وزل. تمام? تمام. انا هقول له هنا ايه اكس بلاس واي اكبر من الزل. تمام? اند اكس بلاس اه زل اكبر من الواي. اند اكس بلاس الاسوري مش اكس بقى المرات. واي بلاس زل. اكبر من مين الاكس. يعني اهو الاول والثاني اكبر من الثالت الاول والثلاث اكبر من الثاني. التاني والثلاث اكبر من الايه الاول. تمام? لو الثلاث حاجات دول موجودين اقول له سي ا 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 شكلها اعمل ازاي? شكلها كلها قبل. تمام? اهو. يس. تمام? طبعا نو. هنقول له ايه? تمام? اه كده نجرب الكلام ده عندنا. نجربه على مسال من الهم يديهم لنا. هاتني دول كده. تلاتة اربعة اخمس. يلا بينا. ادتني يس. طبعا نجرب على المسال التاني اللي بديني نو. او واحد اتنى تلاتة اتنى. ليه? لان انت لو جربت مسلا اه اتنين وثلاتة اكبر من واحد فعلا. واحد وثلاتة اكبر من اتنين فعلا. لكن واحد واثنين مش اكبر من ثلاتة. فما ينفعش. ده ايه? يكون لك مسلم. فاناخد الكود الجميل ده. ونروح نسلمه. على المثالة اسمها. يلا بينا. اعلى نشوف كده. زي ما ان شايفين داتنا الجميل البتعة. تمام? بس كده كان كل المسائل اللي هنحلها المرة دي وباذن الله المرة الجاية هنكمل على حل المسائل على الايه? على الاف ستيتون. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.